اجتماعات مكوكية ودورات تدريبية مكثفة للمعلمين هي ما قامت به وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل العودة الآمنة للاختبارات الورقية لمرحلة الثاني عشر اول تدريب كان لنا احنا كمدراء في لقاء موسع مع المدير العام شؤون التعليمية والمراقب فيما يخص الاشتراطات الصحية التي توضعت من قبل وزارة الصحة للعودة الآمنة للاختبارات بعدها تم هناك دورة اخرى اسمها منصة منصة دربني وهي فيما يخص بين وزارة الصحة قمنا بتدريب مدراء ومدراء مساعدين ومعلمين اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس ممن قابلتهم كاميرا المجلس كانوا اشبه بخلايا النحل الانتهاء من تجهيزاتهم لهذه العودة حيث تم تجهيز لجان المدارس ولجان الاختبارات بالمعاقمات واللوحات الارشادية اللازمة بدأنا نغلفه بكياس نايلون هذا الكفر النايلون يغير يوميا بعد انتهاء اللجنة قبل اللجنة يتم تعقيم القاعة والادراج والكراسي ثم يغلف لاحظتوا ايضا ان هناك كيس للمهملات خاص هذا ايضا يزال بعد انتهاء اللجنة تم توفير الملصقات الخاصة بالطالبات كذلك تم توفير معاقمات اجهزة الحرارة قياس الحرارة اجهزة التعقيم اجهزة النظافة بشكل عام بالنسبة للمدرسة طبعا تم توفيرها وتوزيعها بالنسبة لجميع اللجان وكنوع من الحماية الاضافية للطلبة تم انشاء غرف للعزل لأي حالة تشعر بالتعب خلال تقديم الاختبارات تم توفير اللي هو قرفة للعزل في حال اذا حست الطالبة بي اللي هو تعب مفاجئ اذا بالتالي رح نتم اخذها من قبل فريق التدخل السريع توجيهها الى اللي هو قرفة العزل طبعا تم وضع قرفة عزل في مدخل المدرسة بحيث انها تكون قريبة من بوابة المدرسة تم وضع درج فقط واحد للطالبات وحطينا اكثر من مكان ممكن اذا كانت اكثر من حالة عزل اذا وفرنا اكثر من مكان عزل وزارة التربية ومنذ مارس الماضي اعلنت تمسكها بخيار الاختبارات الورقية كما اعلنت ايضا عودة الدراسة الى المدارس في شهر سبتمبر المقبل استعدادات على قدم الوساق تقوم بها مدارس وزارة التربية لتوفير البيئة المثالية ووفق الاحترازات الطبية حماية للطلبة والذين سيقوضون اختباراتهم الورقية لاول مرة منذ ازمة تفشي فيروس كورونا مطلع العام الماضي حامد النبهان تلفزيون المجلس